إخواني أخواتي السلام عليكم اليوم سأتمم لكم قصة أميرة القصر الذهبي أيثما ذي السما في منسيوين غدانين أسا داوثينيخ تنقيست أن تغلدونت من القصر الذهب فقال السلطان أترقوه وشأنا لأننا لا نعرف السبب الذي دعاه إلى إحراقه وإني لا أشق في أمانته وإخلاصه الناس السلطان أجزغون أختمنوا نكين شو خاتش كاخديكس فسا تنقل سغوس أسلهام تصدن سفيلان الدهب ثم أرسل السلطان الشاب إلى الملك صاحب القصر الذهبي رسالة قص له فيها ما حدث وأخبره بأنه يرغب في الزواج من ابنته وقدم اعتذاره عما فعله ورجى الملك أن يقبل اعتذاره ويوافق على زواجهما ويباركه فسا تنقل السلطان لايوزن ثابرات إباس انتغلدون تمزيان قلتي ذيوي السلطان أجيس فسا تنقل السلطان لايقض غيف سيباس فسا تنقل يوض الخبار غرور الليذ لأنه اللي يستغلدون تمزيان لا ثلاء فسا تنقل السلطان سفيدة يويل شورس يجريوالو إهنا الملك قل خضر النس ولما علم الملك صاحب القسر الذهب ما حدث لابنته اطمأن عليها فقد كان يبحث عنها في كل مكان ووافق على زواج ابنته من السلطان الشاب الساعة يوافق السلطان أذيول الليس وحضر الاحتفال وأقبل في حاشية كبيرة من رجال مملكته وكانوا يحملون أثمن الهدايا وأغلى التحف فسا تنقل أغليذ يحذر إيولان الليس تغلدون تمزيان السلطان ليدا دا ويد هول ماك قزيلان الهدايا يوثني ذي الليس تغلد السلطان وفي ليلة القران بدأ الاحتفال بالزواج ودخلت العروس حولها الوصيفات وكان الوزير المخلص متنبها لكل ما سيحدث وحينما رأى السلطان قد تغير وجهها واصفر لونها ثم وقعت على الأرض مغمى عليها أسرع نحوها تساعتن حول مدان لفرحان سيولان تغلدون تمزيان السلطان ليلة لباس المالية كغنتا حول مدان لالان لطرعان تساعتن قيم الوزير النس لايحدان تا خاستي سليد الليقع له ذم النس يغليغي وراخ صافيوري قيم ذيك سمقتي دم تسخف تغلدون تمزيان ثبضق شال ثم حملها بخفة ووضعها على أريكة من الأرائك وطلب محقنا في الحال وأخذ ثلاث نقط من الدم من ذراعها الأيمن فعاد إليها تنفسها في الحال وفتحت عينيها وعاد إليها نشاطها وردت إليها حياتها ثلاث ساعتين يمزيت الوزير إكساس شارت النقاب ندام منزق غير النس نفاسي النس ثلاث ساعتين يغلد غير صروح النس ثغلد أكين ذيقع يفوكات سقلموث وقد شاهد السلطان الشاب كل ما حدث ولكنه لم يعرف يعرف الأمر وجه الحكمة فيما فعله الوزير المخلص ولم يعرف سببا لما قام به وقد بدأ الشق يدخل في نفسه وأظهر غضبه لجسارة الوزير وجرأته على أخذ نقط الدم من ذراع السلطانة وعندئذن أمر بإلقائه في السجن تمهيدا لقتله حولي نجرأ لاترعا ذيكس السلطان وعندئذن أمر بإلقائه في السجن تمهيدا لقتله وعقابا له على جرأته واستهتاره وفي الصباح التالي أخذ الوزير المخلص إلى المشنقة ولكنه طلب أن يتكلم قبل أن يقتل فأذن له السلطان في ذلك كثيفوت الساعتان قلت الزغران أتوينة الطنغين الساعتان الترزق السلطان الناس أتجي قبله فمغاثر يخذ السيو الخاقي فوقف الوزير المخلص وقيود الحديد في يديه وقال بصوت عالي يا مولاي لقد حكمت علي بالإعدام خطأا لأنني عشت طول حياتي مخلصا أمينا لك ولم أخنك في سر أو علانية وقد أنقذت حياتك وحياة عروسك السلطانة وأنت تال لا تعلم سر ذلك ثم أخذ الوزير المخلص يقص على السلطان حديث الغربان الثلاثة فهو قد درب الحصان بالخنجر لأنه كان يعلم أنه سيطير بالسلطان ويلقيه في وسط البحر يقيم ليتصغيو لوزير الناس قبل ليتنغذ ريخ السيو الخاقي طول حياتي نو للي خاقي وجينك في غضيرخ دي ملخ خدمخ مكينك يفوكان مكينك ينقذنزق الموث مكلاكي للسلطانة الناس تالساعتان قل لقل السفينة لا عوضني شارد الغربان شارد لنني أماخ غجرون لا خلال السلطانة تالساعتان قل للا أويس أنكينا قنغان أيسن إراكي قرمس نهيل قرمس البحر وهو قد أحرق المعتفى المصنوع من خيوط الذهب والفدة لأنه كان يعلم أن السلطانة إذا لبسه احترق جسمه الناس نكينك سغوسا أسلهام إي تصظن سفيلان ندهب ذوين نقرث الناس نكينك سغوسا لحقاش بدتالي ترسد تغذيك العافيث وأنه قد أخذ نقطة دم الثلاثة من دراع السلطانة لأنه إذا لم يفعل ذلك ماتت السلطانة ومن هذا تبين لك أنني لم أفعل ما فعلت إلا لحبي لك ولأخلاص في خدمتك وإنقاذا لحياتك الناس ريخة تسين خولين كيخ خولا يقمط رعاة ورقي خيال حقاش خاس لك تريخي شور ريخة كيوزرو أقش الحاش لكي للسلطانة وحينما سمع السلطان الشاب ما قاله الوزير المخلص تأثر كل التأثر وقال إني آسف أيها الوزير المخلص الأمين كل الأسف لقد أخطأت في الحكم عليك حقا ثم أمر بأطلاق سراحه ولكن الوزير الأمين بعد أن فسر ما حدث وأطلق السلطان سراحه وعفى عنه وقع على الأرض لا حركة به وتحول إلى تمثال حجري فالساعتين قلس يعاوذ الوزير خلشي السلطان كيفاش اللي قثي فوكاس قلموث لنتال السلطان النس فالساعتين فوكاس يكساس الحديث كيفسا ولكن يبضع الوزير فوشال يغوري بالدرغرد زروت فحزن السلطان عليه أشد الحزن كما حزنت السلطانة ثم قال السلطان لقد أسأت إليك وكافأتك على إحسانك إلي بالإساءة إليك ولم أقدر إخلاصك وآمانتك ثم أمر السلطان بأن يؤخذ هذا التمثال الحجري ويوضع في حجرته الخاصة بالقرب من سريري وكان كلما نظر إليه بكى وقال هل أستطيع أن أعيدك إلى الحياة ثانية أيها الوزير الأمين ثم يسترسل في الحزن والبكاء ثساعتن قال إبدا الوزير يغولي غذا زروت يحزن غيفس السلطان تاث السلطانة حقاش خولي ناسي غالوزير وريقي خاسي نزيل يفوكات زقلموث لانتا لا ثاقل دون نثل ليسن أنو غليذن لقصر ندهب ينسن يوان يختم النس أسيات أو ياتغر وانسن نس بالبيت نس رساتا وكين كون مرت ليد دولي ساق غيفس كون مكسي غيفس ثي تفاس وكين لي غذا زروت لي تحزن غيفس آلي طامز غاسيم طاون غيفس وبعد سنوات رزق السلطان والسلطان طفلين جميلين فعني بتربيتهما وقد كان مبعث سرورهما وفرحهما وكانت السلطانة تحبهما حبا كثيرا زريني سكاسين فيولان السلطانة ذ السلطان يوشسن ربيسين وراو غوذان سربانثن تربياء غوذان وذات يوم خرجت السلطانة لزيارة أحد الملاجئ التي أنشأتها لرعاية اليتام والفقراء وكان الطفلان يلعبان مع أبيهم السلطان وفي أثناء ذلك نظر السلطان إلى التمثال الحجري فبدأ يبكي من الحزن ثم قال هل يمكن أن تعود الحياة ثانية إليك أيها الوزير للمخلص الأمين قيم نزرين والسان في السلطانة ذات فغد ذات علو شا وانسا منيك سجمان خول منيك لان دراري غر مير اللي إنشا الوالدي نسان يقيم يقيم السلطان ليترارد وارو النس يقيم ليترعا اللي كثب ذات النس في الوزير النس يقيم لانتزرد يقيم اللو ليس ليس وليتني ما كغا قخ آل دي يقول غر لزير نو س الحياة النس أكين إذا أقبل يقيم ليترع وقد تحير السلطان عندما بدأت تمثال الحجر يتكلم ويجيد أيها السلطان إن في استطاعتك أن تعيد إلي الحياة ولكن لا يكون ذلك إلا إذا ضحيت من أجلي بأعز شيء عندك في هذه الحياة فالس سال قال السوال في الوزير اللي قيم الوزير نس التي جوابي الناس أتقد دات إذا رض غر دوني ولكن خسك الضحات شل حاج في غل غير غل غل دوني ثن فقال السلطان أيها الوزير الأمين أنا لا أنسى أني مدين لك بحياتي وبحياتي السلطان وأنا مستعد لأن أضحي من أجلك بكل ما أملك في هذا العالم الناس ستسعت من السلطان أذ قد داخ الدح كول غير لان خس تقول كي غر دوني أكين ذي كم سجار فقال فقال تمثال الحجري إن أردت يا مولايا لي الحياة ثانية فعزيز علي أن أقول إنه لا بد من أن تفارق زوجتك السلطان والأميرين الصغيرين إلى الأبد فترسلهم إلى مكان بعيد بعيد ويمكن أن ترسلهم عند ملك القصر الذهبي ولا تحاول أن تراهم أو يقع عليهم نظرك ولو حتى من بعيد إن سريثة غير دوني ثين وكين جيخ كم سجار خس أتز نث ثام تطنخ السلطان غير باس أغليذ أن القصر انتهب تد ورون نس أي أرون نخ ورن تعل لدخول ولا تقرب غير سن ولا أتينيث أتريث أدوث أتعلوث وخازق البعيد ففزع السلطان واصفر وجهه وتأثر مما سمع ولكنه تذكر أن الوزير المخلص قد ضحى بحياته من أجله ومن أجل السلطان وتذكر مقدار إخلاص له في خدمته فقال السلطان إنه لصعب على نفسي فراق زوجتي وأولادي فلذة كبدي وأهون علي أن أضحي بحياتي عن حرمان منهم ولكن وفاء لمن ضحى بحياته من أجلي ومن أجل زوجتي وعرفانا بهذا الجميل سأنفذ ما قلته وسآمر بسفر السلطان والأميرين إلى جدهما ملك القصر الذهبي وسأودعهم إلى الأبد لتعود إليك الحياة ساعتين قالت تير لوزير يغان فزروت زوج السلطان الناس في ريس ذاقول خذي خام وهو أذغول خير ردوني أذق لوزير نسنث وهو خسا أتك ديش الحاش الناس ذا تزنث السلطان غريباس أغليذ أن الأقصر نتهب أتزنت أنتاث أذوار والنخ ورهن تعلو خول خول قدوني ثلنخ وخاتري ثا تندو ثا تندصور ثا تندصور ثا تعلو تسكل بعيد وما يمكنش هدو غيرسا في ديش ثا تندصور خسا أتلي أذيلي والنخ لا إمقور أذيلي والنخ اللي غا ثزرود خسا أتتوث رو النخ أتتوث السلطان أتفكر خاس غل وزير غان الوافين النخ أقذيم الناس لحقاش خول أين يجي خي أقفو كان ثا سلطان الزق الموث خي أقفو كان أي فو كان كين ورين قشا أو يسنا كثين يتو صنع زق الدهب خي أي فو كان زق أسلهام يتو الظن إفيل النس من الدهب عند وين قرث خول ثا ساعة نموش ترسيخ مال ثغ العافيث مالاموثخ مالاي غري ويسناك دين غري غري البحار قيل إن خي فو كثين كين فو كث سلطان اللي جي وشار بي سين ورا وغو ذنين إن كين دات سبر خول قويا خط تغول خي غر الدونيث ذا ساعة يقيم اللي ترا عذيك يغ لوزير غر الدونيث النس وفي الحال عادت الحياة إلى الوزير المخلص الأمين وانتفض واقفا أمام السلطان في إجلال واحترام وقال إن الله تعالى يعامل المخلصين على حسب نيتهم فالساعة قال يخمل السلطان والنس يناس الوزير مكين داذي خول ين داذز نخ سلطان غريب باس انت ورا وينو شوف نعلو خول فالساعة الوزير يبد يقول غير الدونيث النس يحيا وريقيم شالي غا ثزروط انت الناس الوزير الوزير الناس يسلطان شتي خول ربي لايجزا بندم ايغان نيث صفان خين نيث النخ لاتصف وراتصف رغتشاغ في ثريث نيث داغول خرد دونيث ورد غيم اخش لاغ يخت الزروط هان كين ربي رايد اقول خ بنا ذم كين غيخ وهو وإنما الأعمال بالنيات وقد نويت يا مولاي أن تحرم من أغلى وأحب الناس إليك في الوجود وفأ لي نشتي حساب ما قلنا أربي قلنخ ما قل ربي قلنخ النيث يصفان ثريث اذا غول خرد دونيث يتشار تصف الرغض غيفي ثس ساعت اربي علام قل لان قلنخ ذن نيث غوذان انت ايجازا ينكين اقول خرد دونيث نكين اكاد قيم خديما للي خذ منك فجزاك الله على نيتك بأن وهب للحياة ثانية دون أن يكلفك الله مشقة وعذاب الحرمان والفراق ايناس تساعت قلي على ربي ونك قيم اللان ونك رال خير ونك لا يصف ذي كن نيث يصف ان تساعت عواد ربي يعد بخ سلف راق الدون سلف راق السلطان ات الدوغ ريباس اذ بعدد خي انت دوار ونك غيف ربي اي جزاك حسب الني ان نك يصف الرايد غر الدون اغول خي خي نك وهو الوزير نك كتيرين يصف الني ثا نك لان تسف نك 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 اغن كين لاص فيخ نك ين ربي عل خول يا الرايد غر الدون خي وري السبعيد شا غيف سلط النك لان تاث لير النك ثم اخذ الطفلان يلعبان حول أبيهما وحول الوزير المخلص ثالساعتا قيم ورا السلطان لاترار اغار ابات سن يغان السلطان انتذ الوزير النس يغان المخلص خول شي حساب حساب ون بن ذم في قول نك لي غذا لي صف ربي لخي كا الحاش تظيل لخ يعدي لبريد لتي لي بريد انك دي ما لي صف دي ما لي زدي دي ما لي غذا فسر السلطان سرورا عظيما لحياة وزيره افرح السلطان اش الفراح اقوذ نمقورا قل يقول الوزير غر الدني يقول غل حياة النس وقربه من طفليه المحبوبين وشريكة حياته ها افرح اللو اسقيم وراء النس ترفاس انتات سلطان النس ثم طوط النس غير عز غير س بالساف وحينما اقبلت السلطان ساعة ثغول السلطان زقون ساقل دات علو تراري مموث الوالدين نس قص عليها السلطان ما حدث يعود السلطان خول نجران الناس لعقيم اخلا بالضغط طرف الوزير انو يقان تزروط الليك تراخر بالاستين ميل ميغا يقول الوزير انو غر دون تنس كين يقان وهو فالساعة تنس ولقي دي الوزير اترزي انو ثريث ادغول خردون تاكين جيخ وهو خساق اتزنث السلطان انتاذ ورا والنس اتزنث غريبات سن اغلي ذالقصر ندهب اذا قيم اذين اذا عيش اذيب باس ورهن تعلو خول ما لاذ الليك يقدون اثور تقداد شاعر ثم تعلو فدهشت وخفق قلبها لهذا الكلام العجيب فالساعتان قال سين ثبجع ثقذ ثنا موسيقى السلطان اين سين الوزير النس دات قيم انتاد ورا النس لابع ذن الزيكس شورث علو خول رغز النس ولا قيم ورا النس اذن سين بات سن قل قصر النس وبكت من شدة الفرح ثقيم لات رو بكترت مايث فرح لحقاش شوري غي السلطان انس الوزير ولكن ثسن بان اول رغز النس غير ملال اول رغز النس النس لاث غوذا اين مخم مياس اربي استجبي او والنس يراد الوزير نس غر الدونيث يوجا اروا النس طرفاس يوجا تنتاث طرفن السلطان ورث السبعيت شا ورث ديش اتغول غر اباس اغليذ غر ميل القصر نتهب ثم قال السلطان احمدك يا رب حمدا كثيرا فالساعتين قال لا السلطان السلطان اللي يعجب الحال يقيم ليت حماذ ربي سيتني يا ربي احمدك شخرخ اوريث عديبتشا اوريث جيتشا اذ بعيدخ فث قل دون تينو السلطان ننتاث وراوي نو واشكر لك شكرا جزيلا لا نهاية له فقد انعمت بالحياة على وزير الامين اقيم ليت شخار ربي سيتني ثجي طرف السلطان ثجي غانسان ثجي ثاقل دونت ثجي اراوي ثري فييد الوزير ارغاز ارغاز اغوذان الخطران ارغاز اي اضحان سلحيات النسغ فينكين افوكان زق الموث ماشي المرت ماشي شناث ماشي شارت دائما نوزير نولا ثمن ليت فقا زق جميع المصائب وردته الينا كما انعمت علي بقربي من اغلى الناس وعاش الجميع معا عيشة سعيدة هانئة ما بقي لهم من الحياة في الدنيا يقيم السلطان لايت تشخار ربي لاتي تشخار بحقاش يوجا الوزير النسغ ادي غول غردون يوجا ثا غلدون تنسغ اتقيم ثمن نسغ انتاذ وارا والنس وردين شع غريب باس اغلي ذا القصر ندهب يوجا ثن خون نسغ لعيش غل قصر نسل سلطان ذا الوزير الناس قيم هول آلي قمسني قدار ربي قسني كتب شحال وسان شحال يزق غريش قدون يثن سن آن كين وسا خم الخاوي ثسا اثام قيس ثن ان قل دون ان القصر ندهب لات مناخ اتليم لا استمتع سويا ذا وثني فاث قل دون من القصر الدهب اخواني اخواتي تنمرت شكرا لكم لتتبعكم معي قصة الاميرة اميرة القصر القصر الدهبي هذه نهاية هذه القصة التي بدأت معكم في ثلاث مراحل هذه الجزء الثالث والاخير من هذه القصة اتمنى اتمنى تكونوا قد استمتعتم معي في حكاية هذه القصة مرة باللغة العربية الفسحة ومرة باللغة الامازيغية اتمنى ان يستفيد الجميع من حكايات القصص باللغتين تانمير اكوثن اخواني اخواتي واتمنى ان التقي معكم ان شاء الله في قصة اخرى في المرة القادمة تانمير الماثن ملوك شكرا لكم جزيلا اختكم ملوك